هنروح للمساعدات الإنسانية وهنروح لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا اللي كان ليه الحقيقة تصريح ألفيه أنه لم يبقى شيئا تقريبا لتوزيعه في قطاع غسا واتكلم كمان عن أن وضع المياه ووضع الصرف الصحي بيتدهور بسرعة مع حضر دخول المساعدات وبقينا بما أننا يعني بنتكلم عن المساعدات فهنروح للجيش الأمريكي اللي أعلن أن الحمولة الأولى من المساعدات الإنسانية المخصصة الغزة عبر الميناء العائم واللي أقامته طبعا واشنطن تم تفرغها وبدأت الشاحنات بنقلها نحو القطاع الفلسطيني المحاصر وقالت كمان القيادة المركزية الحقيقة الأمريكية أن شاحنات محملة بمساعدات إنسانية بدأت في التحرك للشاطئ عبر رصيف بحري عائم وأكدت أنه لم ينزل أي من الجنود الأمريكيين للشاطئ شاطئ غزة طبعا هما يتكلمون عن شاطئ غزة بس فيه مخاوف أنه يتم استخدامه في التهجير القصري لأهالي غزة